أهلا بكم الجديد للوقوف على آخر المسجدات والتطورات في العاصمة الأمريكية ينضم إلينا مراسلة الحرة من البيت الأبيض هشام برار ومن واشنطن رابح في لالي مرحبا بكم هشام أجندة الرئيس آخر تصريحات صادرة عن البيت الأبيض ونشاطاته تماما الرئيس الأمريكي اليوم يتوجه إلى ساحة المعركة الانتخابية في ولاية بينسلفينيا هو وكملها ريس نائبة الرئيس الرئيس الأمريكي يقول البيت الأبيض إن سيكون له دور كبير لحكون هي تحدر من هذه الولاية من بلدة سكرانتن وأنه يريد أن يعاود ويكرر نجاحات انتخابات العام 2020 هذه المرة لمساعدة المرشحين الديمقراطيين سيحضر حفل عشاء للحزب الديمقراطي في الولاية يتوقع أن يجمع تبرعات تصل إلى مليون دولار لمساعدة المرشحين في هذه المراحل الأخيرة من الحملات الانتخابية يتوقع أيضا أن يشارك الرئيس باراك أوباما أيضا الرئيس جو بايدن يتوجد في هذه الولاية في نفس الوقت الذي يحاول الرئيس السابق دونالد ترامب أيضا استمالة الأصوات لصالح المرشحين الجمهوريين الرئيس الأمريكي في هذه اللحظات في هذه الأيام الأخيرة قبل معد الاقتراع يحاول أن يركز على الولايات التي يشعر بأنه بإمكانه أن يضع بثقله لمساعدة وخلف المرشحين الديمقراطيين بإنجازاته خلال السنتين الماضيتين نشير أيضا إلى أن الرئيس الأمريكي اجرى اتصالنا اليوم مع نائب رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي بعد تعرض زوجها بول بلوسي لاعتداء عنيف الرئيس الأمريكي في بيان أدان جميع أشكال العنف وطبعا تحدث مع بلوسي لطمئن على صحة زوجها الذي يتعافى في المستشفى نشير أيضا إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية اليوم قررت تصنيف منظمة خرداد 15 التي تدعي أنها منظمة خيرية إيرانية تصنيفها ضمن قائمة المنظمات الرعية والدعيمة للإرهاب لماذا؟ لأن هذه المنظمة تحاول زيادة المكافآت لتصل إلى أكثر من ثلاثة مليون دولار لمن يقتل الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي يقول خزانة براين نيلسون نائب وزيرة الخزانة الأمريكية يقول الولايات المتحدة لن تقف جانبا ولن تسمح لأي جهة أو دولة بتهديد الحريات حريات التعبير وحريات المعتقد والحريات الدينية في أي مكان والآن تستخدم هذا التصنيف لمعاقبة هذه المنظمة وإرسال رسالة واضحة لإيران في هذا الضرف الذي تعيشه في حالة احتجاجات من أجل الحرية داخل إيران وحمليات قمع لهذه الاحتجاجات السلمية رابح غير بعيد من الانتخابات أيضا ماذا لديك؟ لدي محمد ناقف الآن بأحد مراكز التصويت المبكر هنا في منطقة شمال فرجينيا لماذا التصويت المبكر؟ هو رهان آخر الآن يعقده الجمهوريون والديمقراطيون في هذا الوقت المبكر من الانتخابات هناك أكثر من رهان واحد عادة الديمقراطيون ينظرون بتفاؤل كبير إلى أي حجم كبير من المشاركة في عمليات التصويت المبكر وهي مسألة لافتة الآن حتى الآن على الأقل عبر ربوع البلاد حيث أشارت الجهات الرسمية أن عدد الأمريكيين الذين صوتوا حتى الآن في كامل البلاد أو في مجموع الولايات الأربعة والأربعين التي شملها الإحصاء بلغ قرابة الأربعة عشر مليون مصوث حتى الآن ما ينظر إليه الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء بتفاؤل كبير إلى أن هذا الرقم الكبير يقول كلاهما أنه نجح على الأقل في حجد القواعد الانتخابية للحزبين في التوجه إلى مراكز الاقتراع في وقت مبكر هناك بعض المسائل الخلافية التي لا تزال قائمة بين الحزبين وهي وجهات النظر في مسألة التصويت عن طريق البريد وتقييد هذه العملية بإجراءات شكلية وقانونية بالنظر لما أعقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة سواء من خلافات قانونية أو قضائية بين الحزبين ولكن ما هو متفق عليه بين الجمهوريين والديمقراطيين على الأقل حتى الآن أن هذه الاستجابة الواسعة من الناخبين خاصة وأن التقليد السابق بالنسبة للأمريكيين أن النظر دائما تكون متواضعة بالنسبة لحجم المشاركة في الانتخابات النصفية عادة حيث تسجل مستويات متذنية لكن ما يقول به الحزباني أيضا حتى الآن أن طبيعة القضايا التي تطرح في هذه الانتخابات سواء تعلق بالأولويات المشتركة بين الناخبين من اقتصاد وتضخم وأسعار وقود في جانب أو في جانب آخر كما يراها الديمقراطيون ما تعلق بالحريات وحماية الحريات وفي مقدمة هذه القضايا قضية الإجهاد كل هذه العناصر تشكل مواد تحفيزية بالنسبة للناخبين من الحزبين وهو رهان يرى فيه كل طرف أنه سوف يكون عاملا في صالحه في وقت بدأت الآن الحسابات الدقيقة والصغيرة محمد على مستوى تلك المخاوف التي يطرحها بعض القيادات داخل الحزب الديمقراطي مثلا في ذلك الحديث الجانبي الذي جمع تشاك تشوم الرئيس أو زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ في حديثه الجانبي إلى الرئيس بايدن أمس بنيورك عندما أشار إلى أن هناك قلق حقيقي لدى الديمقراطيين من خسارة مقعد جورجيا وهو واحدة من الرهانات الكبيرة بالنسبة للحزب وفي واحدة من مؤشرات هذا الرهان هو الاستعانة بالرئيس السابق باراك أوباما للحديث في وقت لاحق في أطلنطا إلى الناخبين في هذه الولاية محمد رابح فلالي وهيشان برار شكرا لكم